موسيقى الأخبار من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها موسيقى حزب الله ينعى السيد صفي الدين قائدا كبيرا وشهيدا عظيما على طريق القدس ومواقف عربية وإسلامية تؤكد أن اغتيال القادة لن يخبذ جذوة المقاومة المتجذرة موسيقى اعتداء إسرائيلي استهدف بغارة مكتب الميادين في بيروت من دون سابق انذار والشبكة تحمل الاحتلال مسؤولية العدوان على مكتب صحفي معروف لقناة اعلامية معروفة موسيقى غرفة عمليات المقاومات تعلن أن الاحتلال خسر في المواجهة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع سبعين قتيلا وستمائة جريح وتم تدمير ثمانية وعشرين دبابة مركافة وغارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية موسيقى ومش نبمانة قدمت زوجي وولادي اتنين نسا عبر ثلاث شهور ابن وهي ابن اليوم ومبارئ اليوم عزا استشهد زوج بنتي الاحتلال يستهلف طواقم الدفاع المدني ويواصل ارتكاب المجازر والحصار على شمال غزة والمقاومة تقصف محور نتسارين بالصواريخ وتنشر صور استهداف قوة هندسية إسرائيلية غرب جبالها موسيقى عدوان أمريكي بريطاني على مطار الحديدة الدولي في اليمن موسيقى المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي إسرائيلي في الجولان المحتل وتنفذ خمس عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية خلال يوم واحد موسيقى شهيد وسبعة جرحة في اعتداء إسرائيلي استهدف حيكا فرسوسا بدمشق واحد النقاط العسكرية في ريف حمص نعى حزب الله رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين شهيدا عظيما على طريق القدس وأكد حزب الله في بيان أن الشهيد القاد ارتقى إثر غارة عدوانية إجرامية معاهدا على مواصلة الدرب على طريق الشهداء على طريق القدس نعت المقاومة الإسلامية رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قائدا كبيرا وشهيدا عظيما مؤكدة أن الشهيد رتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة إسرائيلية إجرامية عدوانية وأضافت السيد هاشم التحق بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولقد كان نعم الأخ المواسل أخيه وكان منه بمنزلة أب الفضل العباس من أخيه الإمام الحسين عليهما السلام فكان أخاه وعضده وحامل رايته ومحل ثقته ومعتمده في الشدائد والكفيل في المصاعب مضى على ما مضى عليه البدريون ناصرا لدين الله طقيا صالحا رائدا مدبرا مديرا قائدا وشهيدا ولفتت المقاومة إلى أن السيد هاشم صفي الدين قد قدم جل حياته في خدمة حزب الله والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار على مدى سنوات طويلة من عمره الشريف بمسؤولية واقتدار المجلس التنفيذية ومؤسساته المختلفة وحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريبا من مجاهديها لصيقا بجمهورها محبا لعوائل شهدائه وختمت المقاومة قائلة نعاهد شهيدنا الكبير وأخوانه الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية والانتصار مسيرة الشهيد السيد هاشم صفي الدين منذ تأسيس حزب الله وحتى الاستشهاد نتابع مع فاطمة قاسم قاه من شهادة الستين ما أجملها وما أنقاها وما أحلاها في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام فزد ورب الكعبة وهذا هو الفوز العظيم ستون عاما كان الشهيد هاشم صفي الدين قضى أكثر من ثلثيها قائدا في مسيرة المقاومة دوره المركزي في قيادة حزب الله وكغيره من القادة جعلته على قائمة الإجرام الإسرائيلي ولسيما أنه لعب دورا أساسيا في جبهة الإسناد اللبنانية تصدر الاهتمام الإعلامي بعد استشهاد رفيق الدرب السيد الشهيد حسن نصر الله وصف بالرجل القوي مع توقعات بأن يكون الأمين العام لحزب الله خلفا للسيد الشهيد وقد وجدت إسرائيل أن دوره القيادي الذي كان محتملا سيمنع أي أزمة قيادية بعد استشهاد القائد التاريخي للحزب التشابه بين الشهيدين القائدين صفي الدين ونصر الله لم يكن في الشكل والصوت والهيئة فحسب حتى استهدافهما أيضا جاء متشابها حيث استشهد وإلى جانبهما قادة آخرون شركاء محطات بارزة من تحرير لبنان عام 2000 إلى نصر تموز عام 2006 وسائر المعارك وصولا إلى معركة الإسناد دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم وكل ما عندنا معكم لأننا نحن المقاومة التي وجدت في الأصل من أجلكم ومن أجل فلسطين والقدس صفي الدين الذي شارك في تأسيس حزب الله أدار على مدى سنوات طويلة المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مختلف المجالات وكل ما له صلى بعمل المقاومة قريبا من مجاهديها ولصيقا بجمهورها كما جاء في بيان نعيه وفي الشأن العام كانت المرونة أساسية في فكره السياسي مقابل الكثير من التعقيدات في النسيج اللبناني اقتصر ظهوره العلني على مناسبات محدودة رغم الخطابات المتقنة والدقة في المضامين وهو كان تلقى تعليما دينيا في مراكز وحوزات في لبنان والعراق وإيران ما تشاركه مع جمهور المقاومة أنها تقوى بشهدائها القادة وإذا رحل قائد سيد قام سيد قائد فاطمة قاسم الميدين هذا المستقبل نراه واضحا بأعيننا وبقلوبنا وبإيماننا نراه مستقبلا بلا دولة إسرائيل لأن المآلة الطبيعية لهذه المقاومة ولهذه الانتصارات هو أن تزال إسرائيل من الوجود ونحن لا نشك في ذلك أبدا ونعت كتائب القسام السيدة هاشم صفي الدين مشيدة بدوره في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته كما أكدت حركة حماس أن جرائم الاحتلال باختيال قادة ورموز المقاومة لن تفلح بإخماد جذوة المقاومة المتجذرة حركة الجهاد الإسلامي قالت أن قيادة حزب الله استطاعت استعاب ضربات الاحتلال وأن تؤلمه في أكثر من موقع مشددة على أن المقاومة في لبنان عصية على الانكسار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شددت على أن الشهيد السيد صفي الدين كان له إسهام كبير في معارك الإعداد والإسناد للمقاومة في غزة وأكدت لجان المقاومة أن السيد صفي الدين والشهداء الذين سبقوه أكدوا أن نهج المساومة على الحقوق لم يؤدي إلا لزيادة الاحتلال غطرسة وإرهابا وسفكا لدماء الشعبين اللبناني والفلسطيني وتعليقا على استشهاد السيد صفي الدين أكد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي للميادين أن حزب الله هو أقوى اليوم لأنه الأكثر التزاما بإكمال ما بدأه السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين عندما نودع الآن السيد سماحة السيد حسن نصر الله وكبار قادة المقاومة وخليفته المفترض هاشم صفي الدين فنحن أمام حزب الله وهو أقوى لأنه أكثر وفاءا والتزاما بأن يكمل ما بدأوا هؤلاء صباحي شدد على أن المقاومة أو محور المقاومة في المنطقة لا يمكن هزيمته والمشروع الصهيوني غير قابل للبقاء المقاومة التي تفكرت في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وتقد أرضاه في سوريا وتدعمها وتشتبك معها وتشارك فيها إيران غير قابل للإنفزين شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مكتب قناة الميادين في العاصمة اللبنانية بيروت العدوان استهدف مكتب القناة بصاروخين من دون سابق إنذار وأحدث دمارا هائلا في الممتلكات وكانت القناة قد أخلت مكتبها في العاصمة منذ بداية العدوان على لبنان وأمام هذا المشهد تحمل شبكة الميادين الاحتلالة المسؤولية عن العدوان على مكتب صحفي معروف لقناة إعلامية معروفة كذلك نفذ الاحتلال سلسلة غارات على الضحية الجنوبية للليلة الرابعة على التوالي ونفذت الطائرات أكثر من عشر غارات شملت حارة حريك والسانتريز والليلة محدثة دمارا هائلا في الأبنية السكنية كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت عددا من القرى والبلدات في بعلبك الهرمل والبقاعين الغربي والأوسط وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشاد مواطن وإصابة أكثر من خمسة عشر آخرين في الغارات الإسرائيلية الآن إلى الزميل حبيب عز الدين هو معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مرحبا بك حبيب إذا الليلة شهدت اعتداءات وصفت بالعنيفة كانت على مختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت الآن في ساعات الصباح الأولى كيف تبدو الأوضاع في الضاحية وأيضا أبرز ما حملته الساعات الماضية نعم يعني يبزغ فجر الرابع والعشرين من شهر أكتوبر على الضاحية الجنوبية التي ما زالت تتعرض لاعتداءات إسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة أسبوع على بدء العدوان الإسرائيلي الكبير على مختلف المناطق اللبنانية كانت آخر هذه الاعتداءات مجموعة من الغارات استهدفت مختلف المناطق في الضاحية لسيمة برج البراجني والحدث هاتين المنطقتين التي حذر نشر الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات مسبقة لضربهما بالاعتداءات وبالصواريخ من بين هذه الاعتداءات أيضا استهداف مكتب الميادين بصاروخين أدى إلى تدمير الشقة التي تحوي هذا المكتب ولكن هذه الغارة جرت من دون سابق انذار عموما إن كان مع انذار أو إن كان من دون سابق انذار فهو عدوان واحد إسرائيلي وبالتالي فإن حتى العدوان الذي يكون قد سبقه انذار فهو بطبيعة الحال ليس عدوانا مبررا هو عدوان يستهدف المباني السكنية عشرات المباني في الضاحية الجنوبية أصبحت متضررة عدد كبير من المباني مدمر بشكل كامل من جراء الصواريخ التي تعتدي فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الثقيلة التي تخرق أرضية المباني وتهدم المباني وأساسات المباني بشكل كبير وتؤدي إلى أضرار كبيرة في مباني وأحياء وبيوت المدنيين هذه الاعتداءات متواصلة كانت آخر وأعنف الاعتداءات غارة إسرائيلية استادفت منطقة سكنية في منطقة الحدث وبجانب محطة للوقود وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الطائرات الإسرائيلية نقاط بجانب محطات وقود ويقصد من ذلك في بعض الأحيان أن يتم تفجير أو تنفجر المحطة الوقود وخزانات الوقود الواقعة تحت الأرض من جراء العصف الانفجاري التي تحدثه الصواريخ وبذلك تحدث هذه الغارات انفجارات كبيرة وألسنت لهب عالية وضخمة يقصد من خلالها إعطاء صورة للإعلام العالمي من خلال عدسات الكاميرات عن الضربات الإسرائيلية التي تتعرض عليها الضاحية إذن هذه الاعتداءات متواصلة مع العلم أن التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال بدلنا أنها لم تضرب جميعها مساء أمس الأربعاء لذلك من المتوقع أن تستكمل هذه الاعتداءات اليوم في النهار أو في الساعات المقبلة دائما الاعتداءات الإسرائيلية متوقعة في أي وقت الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يلتزم بوقت لا ليس لديه يعتدي إن كان بإنذار أو بسابق إنذار على مختلف المناطق وهو طبعا بسياسة التحذير يقصد بذلك الترهيب ويعني الترهيب الإعلامي وإرعاب المواطنين الأمنين والأبرياء القاطنين في محيط هذه المناطق المستهدفة عموما محمد المشهد حتى الآن هدوء يسود الضاحية الجنوبية منذ ما بعد منتصف الليل اليوم نهار جديد قد يكون حافلا بالاعتداءات وقد يكون هادئا هذا بحسب تطورات الميدان وبحسب ما يستجد في الميدان بشكل عام حتى الآن الأجواء هادئة عقب سلسلة الانفجارات والغارات التي جهدتها الضاحية مساء أمس الأربعاء هذا هو المشهد بشكل عام محمد وبطبيعة الحال يعني ننتظر أي جديد ونحن أيضا سنتابع التفاصيل معك أولا بأول شكرا جزيلا لك الزميل حبيب عز الدين من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في اتصال مع الميادين قال وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المتعلقة بالعدوان على الميادين وتقوم بمراسلات مع الجهة الدولية المعنية دائما إسرائيل تريد إسقاط الحقيقة وهيدا حقيقة بالنهج يلي بيتبعه جيش عدول إسرائيلي وبمخططات إسرائيل هي أنه تقتل الكلمة وتقتل كل من يقول الحقيقة نحن طبعا يعني كلمات الاستنقار ما تنفع وكلمات الشك وكمال ما تنفع شيء الوحيد يلي بينفع هو أنه يستمر وأنا بأكدر أنه هي أكيد كنات ستستمر كنات تمثل مئات ألاف من المشاهدين للعالم كله صور بس هذا ما بينضع عملا أنه يرتقون أكيد أنا أكد أنه ستأخذ إجراءات قريبة جدا بخصوص هذا الموضوع وأنه بعد ذلك كمان سيكون فيه مراسلات مع منظمات أممية معنية بحماية الصحفيين بالعالم وفي مقابلة مع الميادين استنكر القيادي في حركة حماس محمود المرداوي العدوان على الميادين المرداوي أكد أن ما تقوم به القناة عمل رائد يكشف الحقيقة نستنكر هذا العدوان على هذه القناة الوطنية ونؤكد أن العمل الذي تقوم به قناة الميادين عمل رائد لأنه يكشف الحقيقة والعدو يريد من خلال مقص الرقابة وتجنيد الإعلام لخدمة الرواية وإخفاء الحقيقة على الجبهة ننتظر يعني رئيس كرم إيلي حتى يقول لنا أنه قتل في بلدته سبعتاشر سهيوني وجرح المئات لم نسمع بواحد منهم في الإعلام الإسرائيلي فبالتالي عندما تأتي الميادين وتقدم الرواية وتقدم المشاهد والمعارك التي تدور في الجنوب وتسكت أول شيء رواية المتصهينين عبر أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن ياسر الحور عن التضامن الكامل مع قناة الميادين وأكد أن الاحتلال يعمل على طمس وإخفاء جرائمه التي كشفتها الميادين بدورها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت أن الميادين ستظل ورغم كل التحديات وفية لرسالتها الثقافية والسياسية المبدئية على طريق الحرية من جهتها دانت الهيئة الإعلامية لأنصار الله استهداف إسرائيل لقناة الميادين كما دانت حركة المجاهدين الفلسطينية العدوان على مكتب الميادين وأكدت أنه يأتي ضمن الحملة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف القناة ووسائل الإعلام الحرة أما حركة فتح الانتفاضة فشددت على أن قصف الاحتلال مكتب الميادين يهدف إلى إسكاة صوت الحق الذي تمثله القناة المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت أكثر من ثلاثين عملية الأربعاء ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته وقصفت المقاومة شركة تاعس للصناعات العسكرية كما قصفت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية ثمانية ألاف ومائتين في ضواحي تل أبيب وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا ومستعمرة نهارية كما وجهت المقاومة صليات صاروخية نحو تجمعات الجنود في كل من أطراف بلدتي رامية وحولة وبين بلدتي عديسة ورب ثلاثين وفي محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة وفي بساتين المنار وعند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة إضافة إلى مستعمرتين مرقليوت ومسكاف عام ومحيط موقع المرج وأعلن حزب الله مقتل أكثر من سبعين من جنوده وعفوا من جنود الاحتلال وإصابة أكثر من ستمائة منذ بدء العملية البرية وبثت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهدة لعملية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع هرمز أربعمائة وخمسين زيك في الأجواء اللبنانية كما نشرت المقاومة الإسلامية مشاهدة لقصف مستوطنة نهارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل محاولات الاحتلال للتوغل والسيطرة على أي موقع أو بلدة دخلها في جنوب لبنان المقاومة اعتمدت على تكتيك الكماء واستدراج قوات الاحتلال لضربها وإرغامها على التراجع وكانت النتيجة بعد أكثر من عشرين يوما أن المقاومة أفشلت خطة الاحتلال لاجتياح القرى الجنوبية وأدخلته في دوامة المراوحة الزميل علي مرتضى يعرض لنا أهم التطورات الميدانية في جنوب لبنان أهلا بكم أكثر من سبعين ألف جندي إسرائيلي تحشدوا على الحدود مع لبنان خمس فرق عسكرية دعمت أخيرا بلواء احتياطيين والهدف منع إطلاق النيران على المستوطنة الشمالية في المقابل حزب الله أعد خطة دفاعية عن منطقة جنوب الليطاني معتمدا على مئات المقاتلين الموزعين بشكل عنقضي على خطوط الدفاع من خط الدفاع الأول عند البلدات الأمامية وصولا إلى جنوب الليطاني وحتى شماله بطبقات تزداد قوة وتسليحا وشراسة وعتادا وعديدا كلما تدرجت المعارك نحو العق جنوب الليطاني في عين الأطماع الإسرائيلية إذ يرى نتنياهو أن نزع السلاح هذه المنطقة يؤمن الشمال ويعيد المستوطنين إليه فدفع بقواته للسيطرات العسكرية على المنطقة بعد سلسلة العمليات التي استهدفت قيادة عزب الله لم تجري الرياح كما تشتهي سفن نتنياهو فالقوات التي توغلت إلى البلدات الأمامية وعينها على جنوب الليطاني تضادأ تقدمها وخسرت 25 دبابة مركافة وقتل منها 60 وأصيب أكثر من 600 فيما التوغل نحو الصف الثاني يواجه بمقاومة الأعنف من الصف الأول بالتوازي التوغل البري دفع الحزب إلى البدء باستهداف حيفا وتل أبيب بالصواريخ والمسيارات ما حول حيفا إلى كرياتشمونة ثانية ووضع تل أبيب على المسار نفسه صافرات انذار لا تتوقف الملايين في الملاجئ يوميا وضربات نوعية بدأت بعشاء الجنود في بن يمينة ولم تنتهي بزيارة المسيارة لمنزل نتنياهو عبر هذا الواقع الميدني لم يتحقق الهدف بوقف النيراني باتجاه المستوطنات المحاذية للحدود وبدأ بعضهم بمغادرة مساكنهم في نهارية وعكة وحيفا وكرمائيل وصفب وتبرية وضواحة الأبيب إذن قتل قيادة حزب الله لم ينفع في السيطرة العسكرية الإسرائيلية على جنوب الليطانة فيما يسعى الإسرائيلي على الرغم من واقعه الصعب في الميدان من أن يأخذ في السياسة والمفاوضات جنوبا منزوعا من السلاح وهو ما لم تستطع قواته تحقيقه في الميدان علي مرتضى الجنوب لبنان المياد نشرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ملخصا عن العمليات الميدانية التي نفذتها المقاومة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية على صعيد المواجهات النارية المقاومة أعلنت تصدي مجاهديها لمحاولات تقدم جيش الاحتلال باتجاه قرى الحافة الأمامية من جنوب لبنان عبر عدد من المحاور حيث دارت اشتباكات عنيفة المحور الأول وهو منطقة عمليات الفرقة 146 استهدف فيها المجاهدون حشودات ومسارات تقدم جنود الاحتلال في رأس الناقورة وحنيتة ومحيط قرية الضهيرة أما الثاني وهو منطقة عمليات الفرقة السادسة والثلاثين فقد استهدفت المقاومة العديد من القوات المتسللة ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح في المحور الثالث وهو منطقة عمليات الفرقة الحادية والتسعين حاولت قوات الاحتلال التقدم باتجاه الأحياء الشرقية لبلدة حولة وسط مواجهات عنيفة مع المجاهدين وفي منطقة عمليات الفرقة الثامنة والتسعين المتمركزة في المحور الرابع تصدى المجاهدون لقوة متسللة باتجاه بلدة الطيبة كما حاولت دبابة ميركافا التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجه ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح طاقمها أما في المحور الخامس وهو منطقة عمليات الفرقة مائتين وعشرة فقد حاولت قوات الاحتلال التقدم في خراجي كفرشوبة وشبعة فيما استهدف المجاهدون نقاط تجمع وتموضع لقوات إسرائيلية ومواقع عسكرية تابعة لها بالأسلحة الصاروخية بشكل مكثف المقاومة شددت على أنه حتى لحظة إعلان البيان لم يتمكن لاحتلال من إحكام سيطرته بشكل كامل أو احتلال أي قرية من قرى الحافة الأمامية بشكل كامل أما القوة الجوية فنفذت عمليات رصد واستهداف للقواعد العسكرية الإسرائيلية من الحدود اللبنانية الفلسطينية وصولا إلى عمق فلسطين المحتلة بمختلف أنواع المسيرات بدورها تصدت وحدات الدفاع الجوي للطائرات الإسرائيلية الاستطلاعية منها والحربية حيث تم إسقاط أربع طائرات مسيرة في المحصلة بلغت الخسائر الإسرائيلية وفق ما رصده مجاهدو المقاومة ما يزيد على سبعين قتيلا وأكثر من ستمائة جريح من الضباط والجنود إضافة إلى تدمير ثمان وعشرين دبابة ميركافا وأربع جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند وإسقاط ثلاث مسيرات من طراز هرمس أربعمائة وخمسين وواحدة من طراز هرمس تسعمائة وواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قرى الجنوب اللبناني في ظل عجزه عن التقدم في البر واستهدفت غارات إسرائيلية مدينة صور ثانية كبرى المدن في جنوب لبنان بسلسلة من الغارات وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء ثمانية وعشرين شهيدا في الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الماضية وفي بلدة تفاحت الجنوبية ارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها تسعة عشر شهيدا بينهم نساء وأطفال جمال الغربي والتفاصيل مجزرة جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافلة بالمجازر هنا في بلدة تفاحتة التي تقع في قرى قضاء مدينة صيدة هنا ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة هذا بيت مدني وصاحب البيت استاذ مدرسة تفاحتة كان سابقا واستهدفت أطفال ونساء بقلب البيت واستشهد فات تسعة عشر مدني خمسة أطفال إضافة إلى خمسة نساء هم من ضمن حصيلة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل هنا في هذه البلدة شو ما عملت معنا يا إسرائيل وشو ما قد ما هذا قد رابطت علينا وقد ما كببيت عوين لدينا سواريخ ما رح تهزمينا نحن مقاومة رح نبقى عبقى أرضنا وعلى عطراب لجنوب يكفي أن تماعنا جيدا في ركام هذا المنزل ليدرك المرء بأن عندما تعجز إسرائيل في الميدان تستهدف المدنيين بلدة تفاحتة التي استشد على أرضها الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد عباس الموسوي اليوم تقدم الشهداء دفاعا عن لبنان ودعما لشعب فلسطين جمال غربي تفاحتة جنوب لبنان الميادين فتح سنتر الساحل التجاري أبوابه أمام وسائل الإعلام كافة لدحض الإدعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق ومخازن أسفل المركز الزميل حسين السيد شارك في هذه الجولة وأعد هذا التقرير نحن موجودون حاليا من أمام مستشفى الساحل تحديدا من سنتر الساحل الذي ادعى الاحتلال وجود مخازن في الطابق الثاني في أسفل هذا المكان وهذا المجمع الذي يحوي عيادات كما نشاهد ويحوي محلات تجارية سوف ننتقل بالصورة وننزل إلى الأسفل تحديدا من حيث ادعى الاحتلال وجود هذه الأماكن الذي ادعى أن المقاومة تخزن فيها أموال أسفل هذا المجمع المجمع التجاري الضخم كما نشاهد هذا عبارة عن موقف سيارات هذه غرفة ادعى الاحتلال أنه يوجد بداخل هذه الغرف أموال كما نشاهد هي غرفة قديمة جدا نلاحظ هذه المحلات أسفل هذا المبنى مشاهد هذا ربما مكان لقطع الغيار هذه الصناديق الموجودة في هذا المرأب للسيارات نستطيع المشاهد أيضا ونفتح هذه الصناديق هي معدات طبية على ما يبدو للعيادات المتواجدة هنا نستطيع أن نفتح هذه البوابة الآن وننظر ما بداخلها هذه البوابات التي ادعى الاحتلال أنها بداخلها مخازن ديئة الأموال كما نشاهد في الصورة هو عبارة عن مستوضع صغير لبعض المستلزمات للمبنى الموجود هنا نحن هلأ متواجدين بالمينس تو البلوك بي اللي هو سنتر البلوك الشرقي من سنتر الساحل اللي هو موضوع الزعم أنه فيه كمية من الأموال النقضية والأموال المعدنية أو الدهب ومثل ما شفنا أنه الرطوبة ريحة الرطوبة يعني مزعجة جدا ريحة المزوت لأنه كمان كان فيه خزانات مزوت تنشيلوا السقف بنش الأرض بتنش بالصوت والصورة ومشهادات المستأجرين والملاك استطعنا نضحض الإدعاءات الإسرائيلية بوجود أي مخازن للأموال في أسفل مبنى أو سنتر الساحل سنسيد ضحية بيروت الجنوبية الميادي وفي باريس بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تطورات في لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ميقاتي وفي تصريح صحفي نكد أن لبنان لا يمكنه الالتزام بشيء قبل أن يلتزم الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وعندها يمكن مناقشة الأمور وأضاف أن المفدى الأمريكي أموس هوكستين زار لبنان لكن العروض المطروحة لا تزال قيد الحوار ولم تحسن بشكل نهائي حتى الآن هذا وتنطلق اليوم في باريس أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعا إليه ماكرون بمشاركة العديد من الدول إلى قطاع غزة حيث استشد أكثر من أربعين فلسطينيا بغارات إسرائيلية الأربعاء في حين يواصل الاحتلال تفريغ جباليا شمال القطاع واستهداف النازحين ويحاصر المستشفيات إلى ذلك أعلنت دفاع المدني الفلسطيني إصابة عدد من طواقمه في محافظة شمال القطاع بقصف إسرائيلي وارتقى أربعة من موظفي بلدية غزة بعد استهدافهم في شرق حي التفاع الزميل محمود العواضية والتفاصيل إذن هو يوم دام من بدايته الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من العاملين في بلدية غزة أثناء قيامهم بتصليح آبار المياه بعد حصولهم على تنسيق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكن غدر بهم الاحتلال الإسرائيلي وقصفهم بصواريخ استطلاع أدت إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين تم استهداف عدد من التواقم البلدية وهم عراس عملهم وهم عراس عملهم وهم تنسيق في مكان صلاح الدين بالقرب من مطور البلدية ومقبرة الإنجليز تم استهدافهم بعدة صواريخ زنانة وهي منهم عدد من الشهداء والمصابين هذون الموظفين بلدية غزة في أبار الصفة لشارع صلاح الدين موظفين في دوامهم استهدف غرفة اللي هم فيها كان تقريبا تسعة ومع وعشرة اللي صار جوزي كل يوم مسؤولي الأبار بيفتح المية للعباد يشربوا مية ومحهم تنسيق للبير راه يفتح المية للناس يشربوا ومحهم تنسيق كيف يضربهم القذيفة اتصل علي يا أنا حكيمة قال لي تعالي اسعفيني أنا وزملائي قالوا عندك تنسيق كيف أنك تنضرب قال لي ضربونا اطلع سمع أولادي إنه أبوهم من قصف طلعوا يجروا قبلي واخدت شنتة الإسعفات وطلعت أصعفه إلا هم ضربوا قذيفة على أولادي واحد استشهد على المطرح واحد انبترت رجله ومش ندمانا قدمت زوء أولادي اتنين لسه قبل ثلاث شهور ابن وهي ابني اليوم ومبارئ اليوم عزة استشهد زوج بنتي بدي أخد في عزة زوج بنتي اليوم ولا بدي أخد في عزة استشهد ابني اللي بقوله الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ومش هنطلع لو بدهم يهجرون وين ما انتهجر هاي بلادنا وراس مالنا وأهلنا ولو بيضل لو كلنا هنموت وحيضل واحد رضيع إلا ما يضلوا يدافع عن آخر شبر فيك يا ابنستين إجرام الاحتلال الإسرائيلي تعدى كل الحدود وكل المواثيق فبالرغم من تنسيق طواقم البلديات لإصلاح آبار مياه الصفى شرق حي التفاح في مدينة غزة باغتتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ غادرة فارتقى أربعة شهداء واثنين من المصابين محمود العوضية من داخل المستشفى المعمداني في مدينة غزة الميادين في الأثناء واصلت المقاومة عملياتها وذكت كتائب القسة موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ رجوم بسم الله الله أكبر كتائب القسام عرضت مشاهدة من إقاع قوة هندسة إسرائيلية في كمين محكم جنوب دوار الصفطاوي غرب مخيم جبالية وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح تلغتنا معلومات عن تجهيز هندسي نتوقع دخوله في منطقة جنوب منطقة الصفطاوي يقوم الأخوة في زمرة الضروع في زمرة الشهيدة والعبد هنية بالتقرب إلى منتصف الطريق التي نتوقع دخول العدو في هذه المقتلة عند مشاركة الأهداف يتم انتقال أهداف تفجير العبو الصدمية في مقدمة الرطل يتم استهداف الجرافات التي نتوقع عليها البراميل المتفجرة يتم استهدافها حتى نستغل هذا الانفجار بانفجار بالعدوى في ذلك الطريق لها البنزة بلانفجار بالعمرية اختب общем دخول الجنوبة اخبرها بلانفجار بالجنوبة قدمها شوية خلص اشتركوا في القناة إن شاء الله ضربتنا إن شاء الله ستتوفق بإذن ربنا حتكون فداء لكل شهداء أهل مخيم جباليا أهل الصمود إن شاء الله أهل الجنة بإذن الله هم الذين صبروا وصندوا على أرضهم ونحن والله لا نخجل منهم ومنهم نستمد القوة بعون الله بسم الله الله أكبر ها هم مجاهد القسام نقلبونها على ظهرها في شوارع غزة العزة التي كانت وستكون مقبرة الغزاء مجاهدو سرايا القدس يوجهونها رسالة إلى أخوة السلاحة في المقاومة الإسلامية في لبنان عبر الميادين يؤكدون فيها تكامل الأدوار والسيرة نحو الهدف المشترك وهو القدس وفلسطين الحرة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم من قلب فلسطين ومن داخل الأنفاق القتالية لسرايا القدس وفي ظل استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة وتصاعد العدوان الهمجي على لبنان الشقيق ويمننا الحبيب نقول لأهلنا في القطاع اتقوا بمقاومتكم بعد الله عز وجل فهي بخير وتستمد قوتها من صمودكم وصبركم محورنا محور المقاومة بورك إسنادكم المتواصل والداعي لغزة وهذا عهدنا بكم فكنتم وما زلتم وستبقون خير سنة وبورك دم قادتكم النازف على مذبح الحرية فهنيئا لنا ولكم باستشهاد كل المباركة من قادة المحور على طريق القدس وهنيئا لهم هذه المقرمة الربانية فلا يليق بهم بعد مشوارهم الجهادي الطويل في مقارعة الأعداء إلا الشهادة قادة ومجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان نحن على ثقة ويقين أنكم ستكملون الطريق الذي رسمه السيد حسن نصر الله بدمه وستحققون وعده بإزالة إسرائيل من المجود فأروا الله عصن صميعكم بإدلال قادة الاحتلال وجنوده على أرض لبنان كما أذلكم غزة ومقاومة أزمته خبزا كبيرة تواجه سكان القطاع بفعل عدم سماح الاحتلال بإدخال الوقود والدقيق اللازم لعمل المخابز التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات النازحين من الخبز وهو ما تسبب بازدحامات شديدة أمام المخابز التي قلصت بالأساس من ساعات عملها بفعل الأزمة نتابع التفاصيل مع الزميل أحمد غانم أنا الآن أمام هذا المخبز الذي يعد الأكبر في المنطقة الوسطى هذا المخبز مدعوم من برنامج الأغذية العالمية ولكن تشاهدون حجم الزحام الحاصل هنا على بوابات هذا المخبز فهناك أزمة كبيرة في الخبز بفعل عدم سماح الجيش الإسرائيلي بإدخال الخبز والوقود اللازمين لعمل هذه المخابز على مدار الساعة هنا يصطف الناس طويلا ولساعات من أجل الحصول على ربطة خبز واحدة وكما تشاهدون فإنهم يتجشمون عناء ساعات طويلة وتعب الوقوف لأجل الحصول على حصة من الخبز الخين مش موجود بكل الأحيان والناس الكتيرين هنا في دير البلاء فمشان هيك بتلاقي الأزمة موجودة المكانة مقصرة من نحيط خوردة الخين مش كادرين نجيب خبز بالمرة زي ما انتم شايفين كيف ربطة الخبز جوة تنبع برخيص بس احنا مش عارفين نشتريها من برة حيانا ويكفة مش عارفة كيف إذا أخد من جوة إذا دخلنا الجوة رح ننضرب ياما صارينا بتقع لا تتصر أزمة المخابز في غزة على عدم توريد السولاري والدقيق اللازمين لعمل هذه المخابز فتدمير إسرائيل لعشرات المخابز في غزة فاكمت ضغط على مثل هذه المخابز التي تلد احتياجات ما يزيد على مليون نازحا في المحافظة الوسطى المعبر يمسكروا عندنا شفشي عندنا طحين وشافي الزحم كيف أولادنا بضلهم من هنا تاني يوم من دون خبز أقسم بالله منشحد الخبز الشحدة قاعدين تستكمل إسرائيل حرب الإبادة بالتجويع حيث تقول مؤسسات دولية أن معدلات عدام الأمن الغذائي ارتفعت في سفوف النازحين في قطاع غزة إلى ما يربو على 90% من وسط القطاع أحمد غانم الميادين أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق سرايا أولياء الدم قصف هدف حيوي في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة المقاومة العراقية أعلنت أيضا أنها قصفت فجر اليوم هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير وكانت المقاومة الإسلامية في العراق نفذت خمسة عمليات منفصلة بواسطة الطيران المسير ضد مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة اشتركوا في القناة إلى اليمن وفاد مراسل الميادين بتعرض مطار الحديدة الدولي لعدوان بريطاني أمريكي مراسلنا فاد أن غارتين استهدفتا المطار الواقع غربي اليمن استشهد جندي سوري وأصيب سبعة مدنيين آخرين في اعتداء إسرائيلي فجر اليوم على سوريا وأكد مصدر عسكري سوري أن الاعتداء الإسرائيلي استهدف منطقة المزة بدمشق من جهة الجولان المحتل فيما استهدف أحدى النقاط العسكرية في رفي حمص أيضا من اتجاه شمال لبنان بهذا تنتهي النشر الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد من الأخبار والمعطيات في أمان الله